زيارة الرئيس الصربي لمصر في وقت تشهد فيه العلاقات السياسية بين مصر وصربيا نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة هذا وترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بأعلاقات متميزة وهو معاكسته الزيارات رافعة المستوى بين البلدين علاقات تاريخية تجمع مصر وصربيا تمتد عبر أكثر من مئة عام شهدت خلالها مسير التعاون بناء ومثمر بين الجانبين سواء على المستوى الثنائي أو الدولي العلاقة بين القاهرة وبلغريد أحد أبرز ملامحها هو اشتراك البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز في ستينيات القرن الماضي انتلاقا من كون العاصمتين قويتين إقليميتين فاعلتين في محيطهم ابن فترة حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وجوزيف تيتو رئيس غسطافيا سابقا وفي المرحلة الحالية ترتبط القيادتان السياسيتان في مصر وصربيا بعلاقات متميزة وهو معاكسته اللقاءات رافعة المستوى في يوليو لعام 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى صربيا والتي تعتبر الأولى لرئيس مصري منذ أكثر من ثلاثة عقود وخلال اللقاء الثنائي فور وصول الرئيس السيسي إلى بلغريد أشار خلال اللقاء إلى اهتمام مصر بتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري أما الرئيس الصربي فقد أعرب عن اعتزاز بلده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية مؤكدا على تطلعه للعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة بما يسهم في أعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية واستعدتها للزخم المعهود كما أكد رئيس صربيا أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة مرحبا بأقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن كما قلد الرئيس الصربي أليكزاندر فوتشيتش الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية الصربية ذلك تكريما للرئيس واعترافا بقدره الكبير لدى صربيا وهكذا فإن العلاقات السياسية بين البلدين آخذ في الازدياد منذ سنوات في العديد من المجالات الأمر الذي يعزز من محيطهما في أفريقيا من جهة وأوروبا من جهة أخرى تشهد العلاقات بين مصر وصربيا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في ظل اتفاقية تجارة حرة من المزمع توقيعها قريبا بين البلدين ستفتح المجال إلى فرص استثمارية واعدة ومشروعات مشتركة يأتي ذلك في وقت تتوفر فيه الإرادة المشتركة لدفع التعاون بين البلدين لأفاق أرحب ترقى لمستوى الشركة الاستراتيجية اتفاقيات تعاون وبروتكولات اقتصادية تجمع مصر وصربيا على مدار عقود اتفاقيات تشمل تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين فضلا عن مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية والخدمات الجوية والبيطرية التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعا ملحوظا في قيم الواردات والصادرات في الفترة السابقة وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفين واثنين وعشرين نحو مائة وثلاثة عشر مليونا وتسعة وخمسين الف دولار مقارنة بنحو تسعة وسبعين مليونا وأربعة وسبعين الف دولار خلال عام الفين وواحد وعشرين محققا بذلك نسبة زيادة بنحو اثنين واربعين فاصل خمسة بالمئة الصادرات المصرية إلى صربيا تشمل العديد من المجالات منها الخضروات والفاكهة والنباتات وخيوط القطن في حين تشمل الواردات من صربيا الأخشاب والمعدات والمواد الخام الحكومة المصرية أكدت اهتمام بتعزيز التعاون مع الشركات الصربية في مختلف المجالات بما يحقق شراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين العلاقات الاقتصادية بين مصر وصربيا امتدت لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطاع الأعمال العام والاستثمار مجلس الأعمال المصري الصربي المشترك قام بدوره ببحث تنمية العلاقات والتطرق لمقترحات تسهيل منظومة التجارة الثنائية والتوجه لإنشاء مجموعة عمل تنبثق عن اللجنة المشتركة تختص بالموضوعات التجارية اللقاءات المختلفة بين مسؤول الدولتين تترقت لتطوير النقل النهري بالنظر إلى محورية نهرين نيل والدانوب في البلدين خاصة على ضوء الخطط الجارية في مصر لتطوير المجرى الملاحي لنقل البضائع وخطط التطوير للمواني النهرية المعلنة من جانب صربيا التي تعتبر إحدى الدول المشاطئة لنهر الدانوب باعتباره القناة الرئيسية لها للربط مع الشحن البحري ترجمة نانسي قنقر